بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما علاقة القمر بالزلازل وهل يمكن أن يحرك الصفائح الأرضية للإجابة عن هذا السؤال كنوا معنا حتى النهاية فتحت الزلازل الأخيرة التي حدثت في تركيا وسوريا وشعر بها سكان الأردن وفلسطين ولبنان بابا كبيرا من النقاش حول أسباب الزلازل وإذا ما كانت بعض المناطق بانتظار زلازل كبيرة قريبا ومن بين القضايا التي ثارت بشأن الزلازل علاقة القمر والشمس بالزلازل ومدى تأثير المد والجزر على الهزات الأرضية لا سيام مع تداول صور الجزر الذي ظهر على شواطئ عكة في فلسطين المحتلة حيث ربطه البعض بالزلزال الجديد في أنطاكيا التركية من جانبه أوضح الفلكي الأردني عماد مجاهد في حديث لعرب 21 بأن هناك علاقة قوية بين الشمس والقمر والأرض من حيث الجاذبية فالقمر يجذب الأرض بقوة هائلة ويستطيع رفع نصف محيطات الكرة الأرضية المواجهة له لعدة أمتار وعلاقة جاذبية القمر بالأرض واضحة جدا بحسب مجاهد حيث يرفع القمر مستوى مياه البحر والمحيطات لمستوى يصل إلى 15 مترا كما يستطيع رفع التربة على الأرض على مستوها الطبيعي لغاية 30 سنطي وأكد أن قوة جذب القمر للأرض بالإضافة للمحيطات قادرة على تحريك صفائح الأرض وإحداث الزلازل لكنه أشار إلى تأثير القمر لا يكون على الزلازل على كل مناطق الكرة الأرضية لكنه يؤثر فقط على المناطق الصادعية أو الأكثر قابلية لحدوث الزلازل مثل الصفيحة التركية والجزيرة العربية وحفرة الانهدام الأسيوية البحر الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر وإندنوسيا احتمالية ضائلة على جانب آخر قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الدراسات القديمة في الماضي نفت وجود أي علاقة بين المد والجزر وموقع القمر وبين الزلازل لكن دراسات حديثة وجدت غير ذلك وأشارت الهيئة إلى أن العديد من الدراسات الحديثة وجدت علاقة بين المد والجزر المرتبطين بموقع القمر بالنسبة للأرض وبين بعض أنواع الزلازل وخلصت إحدى الدراسات إلى أنه خلال أوقات مثل اكتمال القمر أو بداية الشهر القمري عندما يكون القمر محاقا تكون الزلازل أكثر احتمالا عند صدوع الدفع الضحلة بالقرب من حواف القرات وفي مناطق الانغماس تحت الماء وللتوضيح أكثر تقول الهيئة إنه في حالات المد والجزر الأرضي يرتفع سطح الأرض ويهبط بضعة سنتيمترات وفي حالات المد والجزر البحري فإن هبوط وارتفاع الماء يكون بالأمطار ولفت إلى أن هاتين الظاهرتين ترفعان أو تخفضان الحصر على الصدوع الضحلة بالقرب من الحواف القرية ومناطق الانغماس وعندما يقل الحصر على الصدوع الضحلة تزيد احتمالية انزلاقها لكن الهيئة قالت إن الاحتمالية ضئيلة جدا القشة التي قصمت ظهر البعير أما مجلة نيتشار فقالت في تقرير سابق إن المد والجزر رغم تأثيرهم الضئيل على الزلازل إلا أنهما ربما يكون عاملا لدفع الصدع الجيولوجي للتمزق وقالت إن المد والجزر الذي تسببه الجاذبية التي يلعب فيها الشمس والقمر الدور الرئيسي تضع ضغطا إضافيا على الصدوع الجيولوجية وإن العلماء لا يزالون منذ عقود يحاولون فهم مقدار التأثير على حدوث الزلازل وتقول المجلة بأن العلماء متفقون على أن الإجهاد الناتج عن المد والجزر يمكن أن يؤدي إلى هزات بسيطة في أماكن معينة مثل صدع سان أندرياس في كالفورينيا ومنطقة كاساكاديا على الساحل الغربي لأمريكا الشمالية ونفت المجلة عن عالم الزلازل في جامعة توكيو ساتوشي إيد قوله إنه حقق مع فريق من زملائه سجلات الزلازل في اليابان وكالفورينيا ومناطق أخرى من العالم وحددوا مقياسا للإجهاد الذي يسببه المد والجزر من 15 درجة ووجد الفريق أن الزلازل الكبيرة التي ضربت شيلي وتهوكو أوكي حدثت في وقت كان الإجهاد الناتج عن المد والجزر في أقصى درجاته أو خلال تولد القمر الجديد المحاق أو عندما تتحاذى كل من الشمس والقمر والأرض ونقلت عن عالم الزلازل في هيئة المسح الجيولوجي الكندية هونكاو قوله بأنه ربما يكون الضغط الضئيل الإضافي من المد والجزر هو القشة التي قاصمت ظهر البعير ويدفع الصدع الجيولوجي إلى التمزق أم هيئة المسح الجيولوجي البريطانية فأشارت إلى أن فكر التأثير المد والجزر على النشاط الزلزالي على كوكب الأرض قائمة من قرابة 200 عام ولكن إلى الآن لم يتم توضيح العلاقة بين المد والجزر والزيادة في نشاط الزلازل وتقول الهيئة على موقعها بأن معظم الأدلة تقول أن الزلازل ناتجة عن تغيرات الإجهاد الناتجة عن حركة ألواح الغلاف الصخري للأرض وعن ظاهرة المد والجزر الأرضي قالت أن الارتفاع الناتج عن المد الأرضي يمكن أن يؤدي إلى تقليل الضغط الطبيعي الذي يربط الصدوع معا بحسب الأبحاث الحديثة في الختام متابعين الأعزاء أتمنى أن تكون الصورة قد وضحت كما أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر